السلام عليكم ومرحبا بكم في شوامشي وات كوزينتنا بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غديكون عبارة على فكرة ديال الغداء بالحمد ديال الغنمي سلطات سخونة وبردة نتمنى ان هاد الفيديو يجبكم وما تنسوش ماما من دعواتكم الخالصة لانها هي اللي مقترحة عليكم وكذلك ما تنسوش انكم تشاركو في القناة الى اول مرة كتزوروها وفردونوتيها اذا بالنسبة المقادر غدي نحتاجو للحمد ديال الغنمي كيبقى بطبيعة الحال على حسب الحاجة كنضيفو لي الماء الكافي للطياب راس ديال تشومك فملاحظين معايا صغير بالقشور ديالو كيبقى لحسب دائما الحمد المديرين غدي نضيفو علي الملحة الخرقوم البلدي وكذلك شوية ديال قصبر يابس مطحون كنضيفو الماء الكافي مشيغر شوية كنضيفو الماء الكافي كيبقى بطبيعة الحمد لان احنا لم يكن لدينا غراد في الماء خاصنا غير يطيب لنا وفي حالة نسلقوه ونصدوه على نار مهيلة 1 ساعة لنا حنيه ولكن يبقى على حسب الحمد المستعملين اذا من بعد ما طاب كيفما ملاحظين حليت الكوكوت على نار مهيلة حتى يطيب على راحته كنحيدوه كندخله الفران يتحمر بالنسبة للسلطة اللي لدينا ديال فكوس كناخدو الفكوس كنغسلوه مزيان كننقيه غير واحد شوية كنخليه في القشرة وكننحكوه في الحكاكة في الجهة اللي كتكون رقيقة وكننوجدوه عصر ديال البرتوقال كيبقى بطبيعة الحال ما غديش نعطي المقادر او لمكونات مضبوطة تماما لانها كتبقى الكيميات على حسب الحاجة وعلى حسب الضوق من بعد ما نضيفنا البرتوقال على الفكوس كنضيفو السكار على حسب الحلاوة اللي كنفضلو وكذلك على حسب الحلاوة اللي عندنا في البرتوقال كيلي كيكون حلو ما كيحتاش انا ننضيفو السكار واحد شوية ديال الماء ديال الزهر كيعتوح نسمى زوينة لهاد نوع ديال السلطات وهكا كانو كيديروها من قبل غادي نحصافضو بهذا الفكوس في تلاجة ونحضروه السلطات ديال القرعة كناخدو القرعة كنغسلوها مزيان كنحيدو لها داك الراس اللي من الفوق وكنفلحوها بالطول ماشي كنقطعوها كاملة غير كنفلحوها كندروفها فتحات غادي نضيفو لها الماء والملحة وندروها حتى كتسلق وكنوجدو لها واحد شرمولة ممكن انكم تسلقوها او ممكن تبخروها كيف ما كتفضلو نيجاتكم سهلة بالنسبة الشرمولة غادي نضيفو في واحد الاناء الملحة شوية ديال بزار فصوص ديال التوما محكوكين عصر ديال الحامض او للخل بالنكة ديال الحامض غادي نضيفو واحد شوية ديال زيت نباتية ماشي زيت زيتون غير زيت نباتية وكنضيفو القصبر ومادنوس اللي كيكونو مقطعين ارقاق وكنخلطو هاد الشرمولة كاملة مزيان هاد السلطة ديال القرعا كتجي لديدة بزاف نتمنى انكم تجربوها وهي القرعا صحية كنحاولو اننا نشدو هاد الشرمولة وغادي ندخلوها في هاد كل فليحاس اللي درنا في الكوجات كيف ما كتشوفو غادي نعمروهم مزيان بعد الشرمولة ديال ربع وكنحتفضو بهم في تلاجة ضروري ما خصة تكون باردة مزيان عاد كتقدم هاد السلطة هي كل ما بردات كل ما كتجي لديدة كتبقى كتشرب في هاد نكهات كاملة اذا غادي نعمروها ونحتفضو بها في تلاجة حتى الوقت التقديم بالنسبة للسلطة الاخرى اللي مرافقها بها هي سلطة سبسيطة وعادية ديال الباربة والخيار ومطيشة عادنا الباربة مسلوقة في المن ملح ضيفة لها واحد البصيلة مش نفرقيقة بزاف شوية ديال قصبر ومدنوس ضفت عليها شوية ديال العسارة الحامض والملحة وكذلك البزار والزيت نباتية بالنسبة للسلطات الثانية غادي نحتاجو فيها الخيار ومطيشة منقين ومقطعين مكعبات صغيرة عصر ديال الحامض اولى الخلب نكهات الحامض الملحة والبزار ووحد شوية ديال زيت نباتية وكنحتفضو بمفتلاجة حتى الوقت تقديم بعد كنخلطوهم بالنسبة للسلطات اللي سخان غادي نقدموه مع الحم عدنا الجزار واللوبيا مسلوقين في المملح منقين بطبيعة الحال عطيبناهم كندروهم في مقلات من بعد ما صفناهم كندفو ليهم فصوص ديال التومة وكندفو عليهم شوية ديال ملحة بزوج بالنسبة للخيزو اولى الجزار اضفنا علي واحد شوية ديال كامون شوية ديال سودانية ما كنحتاج ندفو البزار كاز ندفو غير سودانية اولى الفلا حارة الفلا حمرة حارة وغادي ندفو عليهم ندفو الجزار واحد شوية ديال تحميرة وكنخليو حتى الوقت تقديم بعد غادي ندروه يتشحر فوق النار وكذلك منسوش زيت زيتون بالنسبة للوبيا حتى هي كذلك غادي نضيفو لها زيت زيتون اولا تدرو واحد ريف ديال زبدة اللي كتفضلو بزيت زيتون كيكون صحية وكتكون ألد وكنضيفو عليها حتى هي توابل الملحة والبزار وثومة عادرة ندكرتها في فلول كتكون في حالة في حال الجزار ما كنضيفوش لها الكامون وتحميرة ومن بعد ما كيتشحرو هاد الخضر بجوج في الأخير عاد كنضيفو عليهم القزبر ومعد نوس حتى الأخير وكندفو عليهم النار باش كيبقوا عاطي نسماء ديالهم غالبة وكيجيو لداد أكثر عندنا سلطة هنا هي ديال البطاطا هادي منقية ومسلوقة في المملح دائما وكتبقى هي مازال دافية صفيتها ومازال دافية ضفنا عليها الملحة والبزار البصلة مش نلضى رقيقة بزاف قزبر ومعد نوس واحد شوية ديال الزيت كنخلطوها وكنحطو الخضر اللي سخونة كيف ملاحظين معايا في الجناب ديال الطبق وكنوضعو للحم اللي سحمرو كياخد هاد اللون زوين كيف ما كتشوفوا ذاك الخرقون بالذيك يعطي واحد اللون زوين من بعد ما تحمر في الفران وتقديم ما غاد يبقى بطبيعة الحالة لحسب الرغبة وهادو ما الافكار ديال اليوم اللي اقترحات عليكم ماما نتمنى انهم يكونوا نالوا اعجابكم وما تنسوهاش كيف ما ذكرت في اول فيديو من صالح اولى من دعواتكم طيبة وشكرا لكم على المتابعة وما تنسوش إلا كانت اول مرة كنت تزوروا قناة تشاركوا معي فيها وتفعلوا الجرس بشتوصلوا بكل ما هو جديد وبصحة ورحة ترجمة نانسي قنقر